بسم الله الرحمن الرحيم كنزة عظيمة جدا لكل سنة أنا كنت قلت الحادثات قبل كده الذي صلي أربع ركات من التصليات بين الأزان والإقامة في صلاة الظهر كأن نصليهم في السلسة الأخيرة من الليل والحديث حسن الإمام الألباني حديث حسن صحيح من صلي أربعا عند الزوال فكأن فكأنما تهجد بهن يعني والرسول عليه السلام كان بيقرأ بعد الفتحة في الأربع ركعات القرآن ما كانش فيه تشاهد أوسط وده الحديث بتاع سيدنا أبو أيو الأنصاري قال رسول الله راك أدمنت أربع ركعات بين الأزان عند الزوال قال لا نعم إن السماء تفتح في هذه تفتح وترتج فهو أحب أن يفع علي عامل وصالح في هذا قال يا سوء الله لهذا تقرأ فيهن كلهن أو كلهن تقرأ فيهن كلهن قال قال نعم يعني يقرأ في كلهن يعني بيقرأ قرآن بعد الفتحة في الأربع ركعات ليس في ركعتين بس في الحالة دي مفيش تشاهد أوسط لأن القرآن بعد الفتحة في ركعتين التالتة والربع بتحل محل التشاهد الأوسط بيحصل أربعة متصلات مدون تشاهد أوسط تشاهد واحد بس في الأخ وأنت أعادتكم إن الربعة دول في حديث تاني عظيم إن كل الأربعة دي بتعدل قيام ليلا كاملة في شهر حرام أعادتكم أنا أقول هذا ينساء أكثر من الرجال لماذا؟ لأن المرأة تقدر تصلي 12 ركعة بعد زين الظهر إذن لو المرأة تصلي 12 ركعة في المسجد ليس سيتسنع الإنسان المسلم أن يصلي أكثر من أربعة أو تمانية أنا لم أرد أن تصلي ثمانية لأسف لأن الوقت ببداية لكن المرأة في البيت تقدر أنها خاصة لو لم تقوم الليل في السلسة الأخيرة من الليل تصلي 12 ركعة أربعة 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 تقرأ الفتحة تقرأ بعد الفتحة القرآن في الأربعة لا يوجد معنى تقرأ الإخلاص تقرأ كل خمس مرات أو عشر مرات بعد الفتحة في كل ركعة يبقى سواب عظيم جدا أحد مرة برّة الصلاة يبقى كل متوضي وتقرأ قبلها الفتحة يبقى لك أصر يبقى خمس أشور عشر أشور وكل ثلاث مرة ختمة القرآن فالسواب عظيم جدا فالمرأة عندها فرصة عظيمة لأن هناك سواب جديد عظيم جدا رواه الإمام الحافظ عبدالغاني المقدسي في كتابه أخبار الصلاة في فضل الصلاة عند الزوال قال عليه الصلاة والسلام في الحديث من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال من صلى أربعا قبل الهاجرة فكأنما صلىهن ليلة القطر ودوريكوا كل حديث تصدق بعض كنت الرسول يقول قبل كده أنها بتاعد قيام ليلة كاملة في شهر حرام وكنت يقول أنها بتاعد صلاة التهجد قال لم يقبل أن قبل كده أن أسواب صلاة التهجد الركعة في الصلوة الأخير من الليل أفضل من . حتى يقول الحديث أنها بتاعد ق土 من قطر وعمل صلاة الذهجăng يعني قيام ليلة القطر يبقى المرأة عندها 1-12 4-44 وقد كانت الصلاة 12 رقعة ليلة القطر وقد أكتب لها ثلاثة سواب قيم 3 لاله كاملة في شهر حرام وقدأت صليت 16 رقعة تصالذت في الصلوة الأخير من الليل الراجل لو قدر يصلي 8 في المسجد يبقى اربعة كفاية وممكن يصلي اربعة تنين بعد الظهر بنيت انه هو الوقت مش بكفي فياخد الاجر بنيت لكن لو الوقت بيكفي بصلي 8 لكن طبعا مستحيل الوقت كافي 12 لكن المرأة بتقدر تصلي 12 راكعة قبل ما تصلي الدهر بين ازان الدهر يعني بعد ازان الدهر وقبل ما تصلي صلت الدهر اصلي 12 راكعة سن 12 راكعة دول ده غير كمان ان تنتشر ركعة ذول افضل من تنتشر ركعة عفصالات الوحى . انا كنتك قبل latter Isaiah ان تنتشر ركعة عفصالات الوحى بتاع القيام ليلى كاملة ويتبالا لك اثر عظيم جدا من صحة اكبة من كرة الارضية كلها لمن ادهب الخالص فالتوتط للأفضل ثوابها من الارض propى اكتش願 سوابها كل اربعة بقيم ليلى كاملة في شعة الحرام كل اربعة زيهم في الليلة القدر كل اربعة بيعادلوا زيهم في السلس الأخير للK صحاب عظيم جيد أنا أكتبكم الحديث يريد أن تنسخوا هذا كلام وتوشون لأن نشر هذا العمي في ثابر عظيم أقوله خاول الله أستخفى الله لكم